النهار ده بقى يعني فيه احتفالية كده بمناسبة مرور 200 سنة على فك حجر رشيد والحقيقة طبعا موضوع فك حجر رشيد ده أو فك رموز حجر رشيد ده موضوع مهم جدا لأنه لما تم يعني اكتشاف حجر رشيد وشفنا الرموز اللي عليه وتم فك طلاصمها زي ما بيقولوا قدرنا إن احنا نعرف كتير جدا عن الحضارة المصرية وأسرار الحضارة المصرية فده يوم مهم جدا الحقيقة نشأة علم المصريات أيضا يعني من الأهمية بمكان لدرجة أنه العالم كله بيهتم جدا بهذا العلم في أمريكا مثلا علم المصريات يمكن في بعض المدارس بيتدرس من ابتدائي يعني حاجة مهمة جدا النهار ده بقى بهذه المناسبة في صور توقفت عندها كان المتحف المصري عامل الدخول في مدان التحرير عامل الدخول مجانا فبصوا بقى التوابير اللي وقفة عشان تدخل هذا المتحف كل دول وقفين قدام المتحف المصري في التحرير عشان يدخلوا يشوفوا حضارتنا ده حاجة جميلة جدا وأنا مبسوطة جدا أنه ده كان عامل زي استفتاء على وعي وثقافة المصريين يعني إما باب المتحف يتفتح مجانا والناس دي كلها توقف ومعظمهم مصريين ده معناها أنه إحنا بخير وأنه إحنا ما ينفعش نتكلم على شبابنا وعلى نفسنا أنه إحنا ما عندناش ثقافة أو ما عندناش انتماء أو ما عندناش اهتمام بحضارتنا ده كان استفتاء واقعي وحقيقي على الأرض أنه المصري بيحب بلده وأنه المصري عاوز يعرف حضارته وأنه المصري عنده ثقافة كبيرة جدا عشان كده أنا بأطلق مبادرة من برنامج مصري جديدة أنه ما يكونش يوم وحب بس مجانا ياريت 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 يبقى فيه أكتر من يوم لأنه المشهد ده يعني مشهد جميل نتمنى وتقرر وزارة السياحة والأثار يعني تقف أكيد لازم قدام هذه الصور اللي هي يقول لك الصورة بألف كلمة أنا شايفة الصور بتاعتها النهاردة بمليون كلمة شكرا شكرا